ما كانش فيه شعار للنادي الأهلي لكن كانوا بيكتفوا بأنهم بيكتبوا على فلينة الأهلي الحروف المختصرة NSC اللي هو ناشنال سبورتينج كلاب أول شعار للنادي الأهلي كان في عهد جعفر أوليه باشا بعد صدور قرار اللجنة الأولية في 1926 قرر المجلس الدارة يكون هناك علامة للنادي الأهلي تدل عليه العلامة عادة بتعبر عن هويته وبتلخص مجموعة من السمات دائرة زهبية خلفية حمراء الجزء الفؤاني منها الهلال والنجوم الثلاثة على مصر واسم النادي الأهلي طبعا الشعار دا ما استمرش كتير لأنه في 1929 نال الأهلي الرعاية الملكية وبقت الصحف كلها بتصف النادي الأهلي بالنادي الملكي فقرر الأهلي بقادة جعفر باشا أن يعمل شعار جديد للنادي الأهلي استوحى من التاج الملكي فعمل التاج وعليه النصر النصر رمز القوة رمز السمو ورمز الحرية الشعار الملكي اللي استمر لحتى 1952 مع قيام الصورة تم رفع التاج من هذا الشعار ووضع كلمة النادي مكانه وفضل النصر موجود وفضل الشعار دا موجود لحد احتفالات الأن المقاوية بالنادي الأهلي في 2007 اللي تعمل فيه الشعار الحالي المستمر حتى الآن 1932 الأهلي احتفل بمرور ربع قرن على تأسيسه وكان شاهد هذا الاحتفال اصدار كتاب يوسق تاريخ النادي الأهلي دا يعتبر اول كتاب يصدر عن تأسيس الأندية او تصدر عن الأندية بصرفة عامة مصر ولان النادي الأهلي كان دائما صباقا ورائدا فكان اول نادي في سنة 33 كعاداته ان يكون رائدا في اطلاق اول مجلة رياضية لنادي كانت حقيقي وقتها قاصرة على اخبار النادي الأهلي ونشاطاته وفرقه ونجومه وايضا قاصرة على ان توزع بين اعضاؤه الأهلي منسيش انه انشئ لطلبة المدارس العليا فعشان كده توسع في استقبال مسابقات المدارس اللي شارك فيها اعداد كبيرة جدا من طلبة المدارس وكمان الأهلي كان له دور ريادي تاني في عام 1934 قرر نادي الأهلي ان ينشئ معه للتربية الرياضية يعلم الرياضة علميا وقوانين الرياضة ايضا حتى يوسع هذه المفاهيم في المجتمع المصري وبالتالي كان اي حد عاوز يدرس اكاديميا ويتعلم الرياضة على اصولها كان يلتحق بالمعهد اللي عمله النادي الأهلي المعهد كان اول معهد للتربية الرياضية في مصر وكان اسمه معهد الالعاب الرياضية ومدرسة الحكام خطوط الأهلي جعلت ان الدولة تفكر في انشاء معاهد رياضية متخصصة فانشئت المعاهد الرياضية واللي تحولت بعد كده لكليات رياضية بص جمال اخلاق النادي الاهلي في فترة تولي جعفر ولي باشا انه بقى فيه عرف وسنة حميدة سنويا النادي بيعمل حفل عشاء سنوي حفل العشاء السنوي ده تكريما لمين؟ لعمال النادي للسوائين لخدم النادي لكل البسطاء اللي شغالين في النادي بس مين اللي بيخدم عليهم؟ أعضاء النادي أعضاء اللجنة العليا أعضاء مجلس الإدارة وجهاء القوم هم في هذا اليوم هم اللي بيخدموا على عمال النادي امتنانا وتقديرا لدورهم في خدمة النادي الأهلي طبعا الأهلي طول الوقت بيشارك المجتمع في كل أعماله الخيرية وتوسيع النشاط الخيري في مصر في يوم المستشفيات الأهلي كان موجود مع الدولة المصرية بل عمل حفلة حيث السيدة مجلسومة في حديقة النادي للنشاط الخيري أيضا في يناير 1940 كان مرة على آخر لائحة للنادي الأهلي ما يقرب من 16 عام فكان لابد من تعديل اللوايح اللي هي بتحكم النادي حتى تساير التطور اللي بيحصل في النادي الأهلي فتم إصدار لائحة جديدة للنادي الأهلي وبقدر ما كان النادي الأهلي معنيا أن يتطور وأن تواكب لوائحه الظروف الظروف المعاصرة إلا أنه أبدا لم يتخلى من خلال هذه اللوائح على تأكيد شخصية الأهلي وسوابته وتمسكه بأهداف وقيام